حدثنا زياد بن الربيع أبو خدهش حدثنا واصل مولى أبي عوينة عن بشار بن أبي سيف الجرمي عن عياض بن غطيف قال دخلنا على أبي عبيدة بن الجرى حين عوده من شكوى أصابه وامرأته تحيفت قاعدة عند رأسه قلت كيف بات أبو عبيدة قالت والله لقد بات بأجر فقال أبو عبيدة ما بيت بأجر وكان مقبلا بوجهه على الحائط فأقبل على القوم بوجهه فقال ألا تسألونني عما قلت قال ما أعجبنا ما قلت فنسألك عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فبسبعمائة ومن أنفق على نفسه وأهله أو يعد مريم أو ماذا أذن فالحسنة بعشر أمثالها والصوم جنة ما لم يخرقها ومن ابطلاه الله ببلاء في جسده فهو له حطة حثنا يحيى بن سعيد حدثنا إبراهيم بن ميمو حدثنا سعد بن سمرة بن جندب عن أبيه عن أبي عبيدة قال آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب وعلموا أن شرار الناس الذين أتخذوا قبور أنبيائهم مساجدة حنى محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن خالد عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن سراقة عن أبي عبيدة بن الجراحي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الدجال فحله بحلية لا أحفظها قالوا يا رسول الله كيف قلوبنا يومئذ كاليوم فقالا أو خير حدثنا عفان وعبد الصمد قال حدثنا حماد بن سلمة أنبأنا خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن سراقة عن أبي عبيدة بن الجراحي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه لم يكن نبي بعد نوح إلا وقد أنذر الدجال قومه وإني أنذركمه قال فوصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولعله يدركه بعض من رآني أو سمع كلامي قالوا يا رسول الله كيف قلوبنا يومئذ أمثلها اليوم قالا أو خير حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا إبراهيم بن ميموء عن سعدي بن سمرتة عن سمرتة بن جندب عن أبي عبيدة بن الجراحي قال كان آخر ما تكلم به نبي الله صلى الله عليه وسلم أن أخرجوا يهود الحجازي من جزيرة العرب واعلموا أن شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجدة حسن إسماعيل بن عمر حدثنا إسرائيل عن الحجاجي بن أرطاطا عن الولدي بن أبي مالك عن القاسم عن أبي أمامة قال أجار رجل من المسلمين رجلا وعلى الجيش أبو عبيدة بن الجراحي فقال خالد بن الوليد وعمر بن العاصي لنجيره وقال أبو عبيدة نجيره سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجير على المسلمين أحدهم حسن أبو المغيرة حدثنا صفوان بن عمر حدثنا أبو حسبة مسلم بن أكيس مولى عبد الله بن عامر عن أبي عبيدة بن الجراحي قال ذكر من دخل عليه فوجده يبكي فقال ما يبكيك يا أبو عبيدة فقال نبكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوما ما يفتح الله على المسلمين ويفيء عليهم حتى ذكر الشام فقال إن ينسأ في أجلك يا أبو عبيدة فحسبك من الخدام ثلاثة خادم يخدمك وخادم يسافر معك وخادم يخدم أهلك ويرد عليهم وحسبك من الدواب ثلاثة دابة لرحلك ودابة لثقالك ودابة لغلامك ثم هذا أنا أنظر إلى بيتي بيتي قد امتلأ رقيقا وأنظر إلى مربطي قد امتلأ دواب وخيلا فكيف ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا وقد أوصان رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلي وأقربكم مني من لقيني على مثل الحال الذي فارقني عليها حثنا يعقوب حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني أبان بن صالح عن شهري بن حوش بن الأجعري عن رابه رجل من قومه كان خلف على أمه بعد أبيه كان شهد طاعون عمواس قال لما اشتعل الوجع قام أبو عبيدة بن الجراح في الناس خطيبا فقال أيها الناس إن هذا الوجع رحمة ربكم ودعوة نبيكم وموت الصالح نقب لكم وإن أبا عبيدة يسأل لها أن يقسم له منه حظه قال فطعنا فمات رحمه الله هو استخلف على الناس معاذ بن جبل فقام خطيبا بعده فقال أيها الناس إن هذا الوجع رحمة ربكم ودعوة نبيكم وموت الصالح نقب لكم وإن معاذا يسأل لها أن يقسم لآل معاذ منه حظه قال فطعن أبنه عبد الرحمن بن معاذ فمات فمات ثم قام فدعا ربه لنفسه فطعن في راحته فلقد رأيته ينظر إليها ثم يقبل ظهرك فيه ثم يقول ما أحب أن لي بما فيك شيئا من الدنيا فلما مات استخلف على الناس عمرو بن العاص فقام فينا خطيبا فقال أيها الناس إن هذا الوجع إذا وقع فإنما يشتعل أشتعال النار فتجبل منه في الجبال قال فقال له أبو واثلة الهوذلي كذبت والله لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت شر من حماري هذا قال والله ما أرد عليك ما تقول ويم الله لنقيام عليه ثم خرج وخرج الناس فتفرقوا عنه ودفعه الله عنهم قال فبلغ ذلك عمر بن الخطاب من رأي عمر فوالله ما كرهه قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل أبان بن صالح جد أبي عبد الرحمن مشكدينة حثنا محمد بن أبي عدي عن داود عن عامر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش ذات السلاسل فاستعمل أبو عبيدة على المهاجرين واستعمل عمر بن العاص على الأعراب فقال له ما تطوع قال وكانوا يؤمرون أن يغيروا على بكر فانطلق عمر فأغار على قضاعة لأن بكر أخواله فانطلق المغيرة بن شعبة إلى أبي عبيدة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعملك علينا وإن أبن فلاء قد ارتبع أمر القوم وليس لك معه أمر فقال أبو عبيدة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتطوع فأنا أطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن عصاه عمر النو حثنا وكيع حدثني إبراهيم بن ميموء مولى آل سمورة عن إسحاق بن سعدي بن سمورة عن أبيه عن أبي عبيدة بن الجراح قال إن آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العربي حانا يزيد بن هارون أنبأنا هشام عن واصل عن الولدي بن عبد الرحمني عن عياض بن غطيف قال دخلنا على أبي عبيدة نعوده قال قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فبسبعمائة ومن أنفق على نفسه أو على أهله أو عاد مريضا أو ماز أذن عن طريق فهي حسنة بعشر أمثالها والصوم جنة ما لم يخرقها ومن ابطلاه الله بلاء في جسده فهو له حطة حدثنا يزيد أنبأنا جرير بن حازمين حدثنا بشار بن أبي سيف عن الولدي بن عبد الرحمني عن عياض بن غطيف قال دخلنا على أبي عبيدة فذكر الحديث ترجمة نانسي قنقر